أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تجهيز 80 عروساً بكافة الأجهزة الكهربائية في خمس محافظات وهي الإسكندرية وأسيوت وسهاج وضمياط والمنوفية يأتي ذلك ضمن محور الحماية الاجتماعية وفي إطار المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير 2 والتي تم إطلاقها في مايو الماضي وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجاً والأكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم اشتركوا في القناة